نعم الوكيل في كل مؤمل وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يقصر في حق كل مواطن مصري المواطن المصري يستحق معاملة أفضل من كده المواطن المصري ما يستحقش أنه يموت بدم بارد خلونا نستقبل اتصالاتكم ونسمع بقى أصواتكم من النهاردة مغيرين فرمات البرنامج كله عشان الموضوع والحدث جلل فلازم نسمع أصواتكم ونتشارك مع بعض هذه الهموم ونبحث عن حلول خاصة أنه خلاص وزيرة الصحة دخلت على الخط والمحافظين دخلوا على الخط والموضوع كبير الموضوع ما بقاش أن حدثة بتحصل في المستشفى أو حريق بيحصل في المستشفى وهيتغط عليه ربنا بيفضحكم ربنا بيفضحكم إذن أنتوا بلويكوا كتلة وعدت الخطوط الحمرة عشان كده بقوا يوصلوا أنهم عايزين يعقبوا الراجل بتاع الأمن اللي سمح بالتصوير عشان فضايحهم ما تطلعش عشان ما نعرفش نتكلم عن فضايحهم ونقول لهم أنتوا فشلة فعايزين يكتموا على كل حاجة فقدر الناس بتموت مش مهم ما يموتوا المهم أننا نقعدين على الكراسي بتاعتنا ومبررات مبررات مبررات وما تستغربش على أنظام قالك أن الإخوان هو أمه اللي نفخوا في الطراب وعملوا الشبورة وعطوا أسمنت في البلعات وسدوا البلعات ما تستغربش أن تطلع هالة النهاردة زي ما أنت شايف معايا كده على الشاشة تقولك وزيرة الصحة من يدعي نقص الأكسوجين إخوان بجد يا هالة بجد يا هالة عنها المفوضة صدائك دا هالة آخرك دا رد وزيرة الصحة يا جماعة وزيرة الصحة المصرية طالعة تقول للناس من يدعي نقص الأكسوجين إخوان عادي ما أنا قلت لكم أن قبل كده الإخوان نفخوا في البلعات وسدوها ونفخوا في الطراب وعملوا شبورة وعملوا كرة أرضية تحت أصلا منصة ربعة فهي مش هيقطعوا الأكسوجين على الناس وبرضو هالة يعني المفروض أن هي يعني ماشي على الخط بتاع الفتاح السيسي إرهاب إخوان عصقر إخوان إرهاب إرهاب إخوان 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 الإجابة هي إخوان مين اللي خرم الأزون الإخوان مين اللي جاب كورونا أصلا للعالم كله الإخوان أنتم مقتنعين يا جماعة أن تطلع وزيرة الصحة في كارسة زي اللي احنا فيها دي تقول التصريح دا من يدعي نقص الأكسوجين إخوان وعلى بوابة أخبار اليوم مش بقولك أن أنا جايبها من عندي التصريح دا ولا جايبه من عندي حتة تانية دا من أخبار اليوم إخوان التهمة جاهزة ترجمة نانسي قنقر